أكتوبر الوردي زي ما أطلقه على شهر أكتوبر احتفالاً بالتوعية بمرض سرطان الثاني وفي الوقت ده العالم كله بيحتفل بهذا الشهر يعني كان لازم كمان إن احنا نواصل مسألة التوعية بهذا المرض وأهمية اكتشافه المبكر إزاي كل ست تاخد بالها وتروح فين لو حاسة أن عندها مشكلة إيه نوع الفحص اللي المفروض تعمله وإزاي تطمن على نفسها كلام كتير هنعرفه النهاردة من ضيفنا الدكتور أحمر مصطفى محمود أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة صباح الخير على حضرتك يا ربا صباح الخير دكتور من خلال يعني ممارسة حضرتك كده السنين اللي فاتت لمهنة حضرتك شايف إنه ثقافة المجتمع اتغيرت وإنه الستات بتارت ما تخافش تروح تعمل فحص مبكر ويعني ما تخافش من إنه تروح تعمل فحص لو شكت إنه عندها حاجة شايف إنه بقى فيه زيادة في مسألة الوعي ولا لا طبعا إحنا بنعتبر إن الوعي سلاح من أسلحة العلاج وفعلا فيه اختلاف فيه المرحلة اللي بيتيجي بيها السيدات تشتكي من أورام السادل وده بسبب انتشار حملات التوعية سواء مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة رئاسية لدعم صحة المرأة كل ده نعكس على إن السيدات ابتدوا ييجوا في مرحلة بدري عند اكتشافهم المرض وده طبعا بينعكس على النتائج نسبة الشفاء بتوصل لـ 90% تقريبا 9 من كل 10 سيدات ممكن تحقيق شفاء بإذن الله لو تم اكتشاف الورم في مرحلة مبكرة طيب نوعية الفحص اللي ممكن يعملوه إيه؟ وهل يقدروا هم من نفسهم يكتشفوا حاجة دي قبل ما يروحوا مثلا لدكاترة أو كده؟ طبعا إحنا بنطلب من السيدات إن هم يبقوا عارفين شكل وطبيعة وملمس السادي ونهم يقوموا بإجراء الفحص ده كل شهر وعند وجود أي اختلاف مجرد بس بيستشيروا الطبيب طيب عظيم نسبة الإصابة يا دكتور عاملة إزاي؟ وزادت أو العيلة السنة دي مقارنة بسنين اللي فاتت؟ هي مصر من ضمن الدول متوسطة الإصابة بشكل عام بالأورام وده مقطة مهمة عدد الحالات تقريبا 23 ألف حالة في مصر سرطان السادي يمثل تلت الإصابات بالنسبة لأورام السيدات طيب هل فيه سن معين؟ في مصر المرحلة العمرية ما بين فوق الـ 40 سنة فوق الـ 45 سنة بداية سن الإصابة يعني تحت السن ده ما فيش إصابة بسرطان السيد؟ ودهي نقطة مهمة لأن ساعات بتيجي أمهات في حالة زعر على بناتهم نسب الإصابة تحت 30 سنة لا تكاد تذكر واحد لمتين نصف المية من 30 إلى 40 سنة نسب الإصابة 3.5% برضو نسبة قليلة فوق الـ 40 سنة بداية الإصابة أعلى لحد فين؟ لا التقدم للعمر من ضمن عوامل خطورة بشكل عام لكن إحنا بنعتبر أن أورام السادي بشكل عام وبالذات في المراحل البدري بنعتبرها من أورام جيدة للسلوك إحنا ممكن نكتشفها بدري ونقدم للمريض العلاج وده بيحقق الشفاء بإذن الله طيب السادي ممكن تتخيل أنه عندهم حاجات ممكن يعملوها يتقوا شر المرض ده ويبعدوا عنه أو يبقى ده يعني يسلوكهم سبب في أنها تصب بسرطان السادي طبعا من ضمن عوامل خطورة نمط الحياة إحنا بنطلب بشكل عام أن يكون فيه نمط حياة صحي نمط حياة صحي ده يشمل الحفاظ على الوزن ممارسة رياضة التغذية السليمة التغذية السليمة اللي هي نمط التغذية يبقى بيعتمد أكتر على الخضروات والفواكه مفيش ممنوعات لكن مجرد نمط غذائي نباتي أكتر من ضمن برضو اللي احنا بننصح بيه السيدات اللي هو الفحص الذاتي لسه دي كل شهر عند وجود أي اشتباه أو أي ألأ من أي عرض تتوجه للطبيب مباشرة 80% من الأورام حميدة فمفيش داعي للقلق والزعور لكن اللي هيحدد هو طبعا الطبيب طب هل ممكن يتحول الحميد إلى خبيث؟ بشكل عام لا لكن في بعض الإصابات المجهرية ودي مش شائعة ممكن تتحول ودي ممكن نكتشفها عن طريق إجراء أشعة الماموغرام بشكل روتيني كل سنة بعد سن الأربين أو عشر سنين بدري عن أصغر إصابة في الأسرة في نقطة مهمة إن مش معنى إن فيه إصابة في الأسرة إن ده ينعكس على بقية سيدات الأسرة نحن بنخاف من الإصابات اللي بتيجي في سن صغير أو الإصابات المتعددة في الأسرة بالذات في سن صغير لو دي جات ده بيبقى الجرس إن بقية سيدات الأسرة محتاجين يعملوا فحص ذاتي وأشعات ماموغرام بشكل يعني منتظم طيب أنا يمكن أعرف كذا فتاة بيحصل لهم تكتلات في السادي ما بيبقوش عارفين إحنا عندنا إيه طب نعمل إيه طب نروح فين إيه العلامات اللي لو ظهرت عليهم المفروض ساعتها يتوجهوا لطب طبعا وجود تكتلات في السادي أو تحبب في السادي دي حاجة شائعة جدا وليست مرض ولا تستحق أي تدخل لكن اللي بيحدد هو الطبيب لو فيه تغير فيه لو حاد بأي كتلة صلبة أو فيه تغير في شكل الجلد أو فيه تغير في شكل الحلمة أو فيه تغير في حجم السادي فساعتها بيستشير الطبيب الطبيب إن شاء الله بيطمنها طيب أخبار البروتوكولات العالمية المتبعة في علاج سرطان السادي إيه؟ طبعا فيه تطور هائل في البروتوكولات العالمية وفي الهيئة نفس البروتوكولات العالمية هي بتطبق في مصر وما فيش فرق ما بين مؤسسة دي أو مؤسسة دي يعني البروتوكولات واحدة بتتقدم بنفس الشكل لجميع المرضى قديما كان برضو مسألة الاستقصال دي صعبة بالنسبة للبنات كتير لكن دلوقتي اعتقد انه ما بقاش الموضوع برضو بيعتمدها طبعا كل ما تشفنا بشكل بدري سواء كان الورم مليمترات أو حتى سنتيمترات قليلة ممكن اجراء اجراحات تحفظية وممكن اجراء عمليات تجميل في نفس الوقت أو استقصال جزئي مش كل زي زمان بالزبط اللي هو الاستقصال الجزئي وهنا يا دكتور نكرر على الناس تاني همية الكشف المبكر لانه لسه في ناس بيتخاف لسه في سيدات رغم انه انا نفسي بصراحة بشوف موضوع انه الوعي بقى زيادة في المسألة دي من ابسط الناس يعني لأرقى الناس الموضوع لا بقى في وعي ازياد طبعا هو دور الاعلام حقيقي هو في توعية الناس واتحت فرصة لنقل المعلومة المزبوطة للمجتمع وده كله بينعاكس على نتائج افضل باذن الله طيب احنا عندنا مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن سرطان السادي زي سهمت هذه المبادرة في انخفاض معدل الاصابة؟ حقيقي لسه وزارة الصحة اعلنت من كام يوم عن انخفاض معدل الاصابة في مرحلة متقدمة من 60% من السيدات كانوا بيجوا في المرحلة الثالثة او الرابعة ل30% من السيدات دلوقتي بيجوا في مرحلة متقدمة و70% من السيدات بيجوا في مرحلة بدر وده طبعا بينعاكس جمد على النتائج وعلى تقديم علاج بشكل ايسر لهم ازاي بعد ما بيتم الكشف داخل المبادرة ايه الروتين اللي بيحصل؟ بيتم تحويل المريضة لمؤسسات علاج الاورام وهي منتشرة في الجامعات وفي مراكز الاورام في مصر كلها والعلاج بيبقى يعني نمطي وفي كل مكان مشابه طيب هل كله جراحة دكتور؟ من ضمن اسلحة علاج الاورام لا الجراحة من ضمن الاسلحة لكن بيشمل برضو العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي علاج الهرموني والعلاج الموجه يعني هم نستخدم اسلحة كتير في علاج الاورام السادية ساعات بتبقى قبل الجراحة وساعات بتبقى قبل الجراحة وساعات بتبقى بعد الجراحة لكن غالبا الجراحة سواء الجراحة محدودة بتبقى جزء من الخطة الالاجية طيب انه الناس احيانا تكتشف متأخر اصلا يعني ما تشوفش العلامات دي ما عملتش فحص وصلت لحالة متأخر حيك بتشوف تقييم الحالات دي بيكون عملية زي طبعا مرحلة العلاج حاسمة في تقييم مستقبل المريض برضو هيتم تقديم لهم العلاج المزبوط ونتعشم طبعا ونأمل بتحقيق برضو نتائج كويسة حتى في حالة اكتشاف الورن في مرحلة المتأخر طيب دكتور بنشوف بعض الحالات لبعض السيدات بيجي لها مرة واثنين وثلاثة هل كل حد جاله المرض ده ممكن يجيله مرة اثنين وثلاثة من ضمن عوامل الخطورة هو الإصابة بالسرطان في ناحية موا ده من ضمن عوامل الخطورة الإصابة في الناحية التانية عشان كده المتابعة جزء أساسي من العلاج المتابعة بتشمل برضو إجراء أشياء على السادي كل سنة لكن مش متابعة إنه بيستمر مثلا في عمل جلسات إشعاع أو أور الجلسات الإشعاع والعلاج الكيميائي والعلاج الهرموني والعلاج الموجه ده جزء من العلاج المتابعة بتبقى بعد انتهاء العلاج بتبقى مثلا ثلاث شهور أول سنتين وبعد كده كل ست شهور وبعد كده كل سنة تشمل المتابعة الفحص وتشمل المتابعة إجراء الأشياء نحن نرشح حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد مصطفى محمود أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القوم للأورام بجامعة القاهرة شكرا جزيلا على ويبودك معينة أقدر منه شكرا جزيريا شكرا